ترتبط مصر واليابان بعلاقات قوية لكافة الأصعاد والمستويات وهو الأمر الذي تجسد في تقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في العالم واكتسبت العلاقات بين البلدين زخما كبيرا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014 علاقات قوية تجمع مصر واليابان على كافة الأصعاد والمستويات وهو ما تجسد في تقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بوجه خاص والعالم بوجه عام وهو ما ينبع أيضا من الثقل المحوري لمصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي واكتسبت العلاقات بين توكيو والقاهرة زخما ملحوظا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014 عبر العديد من الزيارات المتبادلة والتعاون المشترك ويعد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي على هامش الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة واحدا من أهم اللقاءات التي رسمت بالخطوط العريضة تطوير العلاقات بين البلدين حيث أعقب ذلك زيارة آبي إلى القاهرة في يناير عام 2015 حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي أغسطس من عام 2015 تسلم الرئيس السيسي رسالة خاصة من رئيس الوزراء الياباني سلمها المبعوث الخاص كينتارو سونورا تضمنت التهنئة بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وتحقيقه في زمن قياسي فضلا عن التأكيد على حرص توكيو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ووقوفها إلى جانب مصر في مكافحتها للإرهاب ولعبت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016 دورا هاما وبارزا في دفع العلاقات بين البلدين ومنحها المزيد من الزخم لتصبح نموذجا يحتذا به في العلاقات الثنائية التي تعتمد على المصالح المشتركة دون تدخل في الشؤون الداخلية للدول حيث شهدت إصدار بيان المشترك تحت عنوان التعاون من أجل طفرة ومرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تضمن تأكيد دعم وإشادة اليابان بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومن بين تلك الجهود مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس 2015 بشرم الشيخ وتفعيل قانون استثمار الجديد فضلا عن تطوير وتنمية التعاون مع اليابان في مجالات الصحة والتعليم وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتعزيز الاستثمارات اليابانية في مجالات الطاقة والمياه ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وشهد عام 2019 زيارتين للرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان يفرق بينهما شهران فقط ففي يونيو 2019 قام الرئيس السيسي بزيارة مدينة أوساكا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي كانت بلاده تتولى رئاسة المجموعة وذلك في ضوء رئاسة مصر لاتحاد الإفريقي إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي ثم في أغسطس من العام نفسه شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد في نسخته السابعة وحرصت رئاسة الوزراء اليابانية على الإشادة بما حققته مصر على صعيد التنمية وهو ما كان محفزا لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر عدد كبير من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في مصر واليابان يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة حيث تنظر اليابان إلى علاقاتها مع مصر كمحور لعلاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر